ايران وجهت ضربات جديدة على الاراضي العراقية في الساعة الاولى من صباح هذا اليوم الحرس الثوري الايراني تبنى تماما هذه العملية بحسب الوكالات الايرانية مثل وكالة تسنيم ووكالة ايرنا وغيرها وتحدثوا حتى عن الاهداف التي استهدفوها وضربوها في اقليم كردستان فجر هذا اليوم وكانت هناك العديد من اللقطات التي شهدها جميع العراقيين فجر هذا اليوم كانت بهذا الشكل الضربات كانت عنيفة للغاية ولم تكن قليلة ابدا وبالنسبة لتفاصيل هذه الضربات بحسب ما نشر من بيانات الايرانية من البيانات القادمة من الاعلام الموجودة طبعا في اقليم كردستان وغيرها تحدثوا بان الهجمات تمت على ثلاث مقرات تابعة طبعا للعناصر المعارضة للنظام الايراني الموجود في اقليم كردستان هنا باللون الاصفر هي مناطق حكومة اقليم كردستان التي تأتي الى شمال العراق والمناطق باللون الاحمر طبعا هي مناطق الحكومة الاتحادية اولى هذه الضربات هي كانت الى جنوب السليمانية على احدى المقرات الموجودة هناك في زر كويز وكانت هناك ايضا ضربة على احدى المقرات ايضا في كويسنجق وايضا كانت هناك ضربة الى شمال اربيل قريبة جدا من اربيل على مسافة بسيطة تصل الى ما يقارب ال 15 كيلو مترا بل حتى اقل من ال 15 كيلو مترا الضربة الاولى التي جاءت اذا ما جئنا على محافظة السليمانية وعلى زر كويز تحديدا المقر الذي ضربه هو تابع لتنظيم كوملة المعارض طبعا لايران كما تحدثنا الضربة فعلا جاءت على هذا المقر ولكن لم يكن واضحا ما الذي جرى في هذا المقر هل قتل احد هل جرح احد لا انباء حول هذا الموضوع هي ضربة جاءت وانتهى هذا الموضوع ويجب ان نتذكر بان العملية الايرانية استخدمت فيها طائرات مسيرة من نوع شاهد 136 المفخخة مرة اخرى التي تلعب ادوارا كبيرة في الحرب الروسية الاوكرانية وايضا استخدمت الصواريخ الايرانية وتحديدا صواريخ الارض ارض التي قامت باستهداف هذه المقرات اما بالنسبة للنقطة التي جاءت على اربيل منطقة خطيرة للغاية التي ضربت يوم امس دعونا نقترب من اربيل لكي نطي نظرة على هذه المنطقة طبعا بالنسبة للمنطقة كما تلاحظون ودعونا نختار اللون الاسود هنا هذه هي اربيل المنطقة التي ضربت هي تأتي قريبة من هذه النقطة وهي بحركة والمنطقة تحديدا التي ضربت هي تأتي الى شمال غربي هذه النقطة التي ترونها وهي جيش نيكان التي استهدفت طبعا وهي منطقة تتواجد ويتواجد فيها مخيم للاجئين ولكن ايضا هناك مقر للمعارضة الايرانية الموجودة في هذه المنطقة المنطقة هي تبعد اقل من 15 كيلو مترا عن اربيل وبالتالي هذه الضربة كانت حاضرة بقوة كبيرة واستهدفت هذه النقطة بالنسبة لايران الاستهدافة الذي جاء على هذه المنطقة هي جاءت بالطائرات المسيرة الانباء تحدثت عن طائرتين مسيرتين هي التي ضربت هذه النقطة هذه كانت هي اعمق نقطة جاءت على اقليم كردستان منذ فترة منذ فترة طويلة لم تأتي الضربات بهذا القرب تحديدا من اربيل قد تكون حتى من المارس الماضي وبالتالي الضربة كانت كبيرة ضربوا فعلا هذه النقطة وتمكنوا منها لا انباء عن قتلى او جرحة في هذه المنطقة ولكن الامر مقلق طبعا بالنسبة للتواجد الامريكي ونتحدث هنا طبعا عن مطار اربيل على سبيل المثال مستشارية التحالف الدولي هم موجودين في هذه المنطقة كذلك ان القنصلية الامريكية ايضا موجودة هنا وسمعت صافرات الانذار من هذه القنصلية وهي تدوي المنطقة بالكامل وتحذر بعد هذه الضربات وبالتالي ولايات المتحدة الامريكية كان مستشارية التحالف الدولي والتحالف الدولي يراقب هذه العملية يراقب هذه الطائرات وهم طبعا يجدون بشكل واضح بان هذه الطائرات من الممكن ان تهدد التواجد الامريكي وقد تحدثوا عن هذا الامر مرارا وتكرارا اما اذا ذهبنا الى المنطقة المهمة للغاية وهي المنطقة كويسانشك هذه المنطقة تضرب بشكل متكرر النقطة طبعا في كويسانشك كما تلاحظون هنا ضرب مقر المقر هو تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني والضربة جاءت مباشرة بالصواريخ الايرانية الصواريخ الايرانية كانت حاضرة لم يكن صاروخ او صاروخين ولكن العديد من الصواريخ التي استهدفت هذه النقطة والضربة جاءت مباشرة تماما على هذا المقر وكانت هناك انباء قد جاءت من عدد او عضوا في الحزب الديمقراطي الكردستاني لوكالة الصحافة الفرنسية كان قد تحدث بان هناك عنصرا من عناصر البيشمرقة قد قتل بسبب هذه الضربات التي جاءت على كويسانشك بل ان الوال ستريت جيرنال تحدثت بان هناك مستشفى موجودة في كويسانشك اساسا قد ضربت ايضا بالصواريخ بصواريخ الارض ارض وان هذه الضربة كانت خطيرة للغاية لم يتضح كم من الجرحة او كم من القتلى في ظل ما نشرته التفاصيل طبعا او ما نشرته الوال ستريت جيرنال من هذه التفاصيل هذه الضربة طبعا التي جاءت على كويسانشك كانت هناك اغلب اللقطات التي جاءت كانت مثيرة للغاية ونوعا ما توضح نوع المنطقة التي ضربت هنا يجب ان نلقي نظرة هنا على هذا المقطع تماما من الضربة التي جاءت على كويسانشك طبعا الصورة غير واضحة ولكن من الممكن اذا ما لقينا النظرة على بعض التفاصيل التي ظهرت من هذه اللقطة الصعبة للغاية لهذه المنطقة قد نستطيع الاستدلال على اين تأتي هذه النقطة بالتالي كما تلاحظون هنا باننا امام النوع من الاشجار التي ظهرت مع توهج النار مع الضربة التي جاءت على هذه النقطة منطقة زراعية بشكل عام واضحة المقر كما هو واضح بانه يأتي بسياج مرتفع والحجم ليس صغيرا ابدا لهذا الموقع كما تلاحظون من هذه الضربة التي جاءت بحسب التوهج وان هناك منطقة مفتوحة صحراوية وهذا قد يوضح إذا ما تجهنا إلى القمر الصناعي لكي نوقي نظر على هذه المنطقة دعونا نتجه الآن مباشرة إلى شمال العراق إلى أقليم كردستان إلى أربيل تحديدا هذه هي أربيل لنتجه الآن إلى كويسانشاك نبحث عن منطقة مزروعة كما تحدثنا ومبنى كبير ونقطة صحراوية موجودة بجانبها هناك العديد من النقاط ولكن المبنى الكبير الوحيد الواضح هو هذا المبنى مع هذه المنطقة المفتوحة مع النقطة الزراعية بالاتجاه إلى اليمين الآن قليلا قد نكون أمام نفس العلامات تماما ستلاحظ بأننا أمام منطقة مزروعة هناك أشجار كانت واضحة من الانفجار واضح جدا هذه هي المنطقة واضح أن المبنى ليس صغيرا وأن السياج عاري جدا لهذه النقطة وأن هذه هي المنطقة المفتوحة تبدو اللقطات القادمة هي قادمة من هذه المنطقة وهذا المقر هو مقر الحزب الديمقراطية الكردستاني الإيراني الموجود في إقليم كردستان هذه النقطة أساسا كانت قد ضربت في الرابع عشر من نوفمبر تقريبا قبل سبعة أيام نفس النقطة ضربت تماما كما وثقتها كما تلاحظون الـ NRT على سبيل المثال الضربة كانت واضحة بهذا الشكل كيف عرفنا أن نفس هذه النقطة هي التي ضربت هنا دعونا نأخذ صورة ثابتة كما أخذنا سابقا الصورة ثابتة للضربة التي جاءت صباحا هذا اليوم سنلاحظ بأننا في منطقة سكنية وأن هناك منطقة مفتوحة طبعا بين هذه النقطة السكنية والنقطة السكنية الأخرى وبعد ذلك منطقة مفتوحة أخرى وبعد ذلك سنلاحظ بأن هناك مبانيا وهي المباني التي من الممكن أن نستدل من خلالها على النقطة التي ضربت سنلاحظ بأننا أمام مباني عالية المبنى أول مبنى ثاني مبنى ثالث وأن هناك نوعا ما هذا المبنى هو المبنى الرابع يأتي نوعا ما أبعد من المباني التي نراها الثلاثة وبالتالي بشكل عام هو ظاهر أربعة مباني في هذه المنطقة وبالتالي نحن أمام المنطقة التي ضربت هي التي تأتي مقابلة لهذه المنطقة السكنية الوسطية من التصوير ومن المباني التي ألقينا نظر عليها لنتجه مرة أخرى إلى القمر الصناعي ولنبتعد قليلا من هذه المنطقة لكي نحاول أن نتعرف على هذه النقطة بالابتعاد هنا وبالتوقف بهذا الشكل سنلاحظ بأننا نوعا ما أمام نفس هذه النقطة كما تلاحظون هنا مباني سكنية هناك مساحة ومسافة طبعا من منطقة مرتفعة بالتالي تبدو الأمور قريبة نوعا ما مع الزوم مع التقريب بالتصوير بالتالي نحن أمام منطقة سكنية أخرى هنا وواضح جدا بعد المسافة بأننا أمام مباني منفردة تبدو عالية نوعا ما دعونا نقترب من هذه المباني أيضا لكي نحاول أن نراها هل هي أربعة مباني هل أن هناك مبنى رابعا مبتعدا إذن سنلاحظ هنا عندما نقترب من هذه المنطقة سنلاحظ بأننا فعلا أمام نفس المباني ونفس الإشارة هذا هو المبنى الأول المبنى الثاني المبنى الثالث وهذا هو المبنى الرابع الذي كان واضحا وبالتالي كل شيء يتطابق مع طبيعة الصور للضربة التي جاءت على هذا المقر وعلى هذا الأساس مع تطابق هذه الأمور مع حقيقة أن النقطة التي ضربت أمام المنطقة السكنية واضح جدا أن هذه النقطة ضربت مرة أخرى أنها في الرابع عشر من نوفمبر كانت قد استهدفت بشكل عليف وبالتالي نحن أمام ضربات متكررة تجاه هذا المقر الكبير للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ولكن أيضا في سبتمبر الماضي بشكل مثير الحرصة الثورية الإيراني إيران بشكل عام نشرت الضربات الأولى من أولى النشر الذي قاموا به نشروا كيف هم يضربون كويسانشق وتحديدا هذا المقر لاحظ الضربات كيف تأتي على هذه النقطة وبالتالي واضح جدا أن هذه الضربات في سبتمبر في الرابع عشر من نوفمبر وفجر هذا اليوم كلها تأتي على هذه المنطقة تحديدا عندما يستهدفون كويسانشق وهذا يعني بأنهم يريدون أن يدمرون ويسحقون هذه المقرات تماما ومع هذا الضغط ومع الضغط على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان يبحثون عن إنهاء هذه المقار تماما وبالتالي نزع السلاحي من هذه الأطراف هذه الضربات جاءت بشكل مثير بعد ما كشفته الأسوشيتيت بريس مؤخرا من تفاصيل خطيرة للغاية وأثارت الكثير حول زيارة قام بها قائد فيلق القدس الإيراني سماعيل قآني الاثنين الماضي من الأسبوع الماضي جاء إلى بغداد اجتمع بالعديد من المسؤولين العراقيين وأبلغهم لم تفعلوا أيها العراقيون الشيء أنتجها هذه الأطراف المسلحة المعارضة الإيرانية التي تمرر السلاح للمتظاهرين الموجودين في الداخل الإيراني وتشعل الظروف كما طبعا تزعم إيران فإننا سنتصرف الواضح جدا مع الضربة التي جاءت في الساعة الأولى من صباحي هذا اليوم بأننا كنا أمام سبعة أيام مهلة قادمة من إسماعيل قآني وتمت هذه الضربة ولكن يجب أن ننتبه أيضا أن هناك ملاحظة مثيرة للغاية في اجتماع وفي مؤتمر تم هنا في ستوك هوم كما تلاحظون باللغة الكردية هنا تم الإعلان عن اتحاد بين طرفين من الأطراف المعارضة الإيرانية للنظام الإيراني ومنهم كوملة تحديدا التي تعرضت إلى الكثير من القصف عندما نتحدث عن زاركويز على سبيل المثال التي تأتي إلى جنوب السليمانية كما تم صباحي هذا اليوم وبالتالي بالنسبة لكوملة اجتمعوا مع تنظيم آخر هم اجتمعوا مع تنظيم وقاموا بإعلان اتحاد مع تنظيم يطلقون على نفسهم ثورة كادحي كردستان ونشروا مقطعا لطبيعة الاحتفال بهذا الاتحاد بهذا الشكل كما تلاحظون وكما وثقنا لكم لنأخذ هذه اللقطات ستلاحظون كيف أنهم احتفلوا بهذا الاتحاد بالتالي اتحاد المعارضة الإيرانية من أجل مواجهة النظام الإيراني وكوملة موجودة في إقليم كردستان لذلك قد تعطي هذه إشارة أخرى على طبيعة لماذا جاءت هذه الضربات هناك كثير من العوامل التي دفعت إيران لتوجيه هذه الضربات بشكل عام الخارجية الإيرانية والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال الآتي بعد هذه الضربات في مؤتمره الصحفية الإسبوعي السيد ناصر كنعاني قال نتوقع من الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان تحمل مسؤولياتها الدولية والالتزامات التي قطعتها في المفاوضات الثنائية مع السلطات الإيرانية واضح بأن هناك مهلة جديدة للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للقيام بشيء انتجاه هذه الأطراف المعارضة الإيرانية كل ما تريده إيران نزع السلاح من هذه الأطراف أو إغلاق مقارها أو توجههم إلى مخيم اللاجئين وتحويلهم إلى مدنيين بل ما هو مثير كانت هناك تصريحات نشرت عن السفير الإيراني الموجود في بغداد وهو محمد كاظم آل صادق قال وافقت بغداد على طالبي طهران وطلبت منها وقتا من أجل سحب سلاح الجماعات كما وصفها الإرهابية الانفصالية وبالتالي نحن أمام وقت هذا يعني بين الأيام القادمة لن تكون هناك ضربات وهي مهلة جديدة للحكومة العراقية للقيام بشيء تجاه هذه المسألة الكونغرس الأمريكي تحرك تجاه الهجمات الإيرانية التي تأتي على إقليم كردستان قبل أربعة أيام في السابع عشر من نوفمبر بالنسبة لهذا الرجل وهو مايكل وولتس وكذلك روشين ثالر هذا الرجل وهو غاي روشين ثالر هؤلاء هم أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري الأمريكي قاموا بإرسال رسالة إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين وهذه الرسالة طلبوا فيها أن توصل هذه الرسائل الخارجية والدفاع إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عليه فعل شيء من أجل إيقاف هذه الهجمات الإيرانية المستمرة على قليم كردستان الرسالة التي وجهوها نشرتها الفوكس نيوز الأمريكية كما تحدثنا في السابع عشر من نوفمبر فوكس نيوز الأمريكية نشرت هذه الرسالة بشكل حصري وهذه الصفحة الأولى من هذه الرسالة التي ترونها وفي الصفحة الثانية التي وقع فيها هذان العضوان في الكونغرس الأمريكي ذكروا الآتي نحفل الإدارة الأمريكية على الرد على هذه التهديدات الإيرانية لردع الهجمات المستقبلية وحماية مصالحنا الإقليمية بدون الرد على هذه الاستفزازات فإننا نجازف بوضع جنودنا الدبلوماسيين والمدنيين الأمريكيين في خطر متزايد في تلك المنطقة وهذا قد يعني شيء تجاه إقليم كردستان خاصة وكلنا نتذكر كان هناك وفدن ترأسته سيلسيت والندر وفدن قادما من وزارة الدفاع الأمريكية ذهبت إلى بغداد وذهبت إلى أربيل ولكن تم توقيع اتفاقية مهمة للغاية مع إقليم كردستان وتحديدا مع وزارة البيشمرقة بهذا الشكل اتفاقية موسعة وغيرها والمصادر الخاصة آنذاك أبلغتنا بأن هناك حديثا مطالبات من إقليم كردستان للحصول على منظومات دفاعية من أجل التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية التي تستهدف إقليم كردستان خاصة وأن البلايات المتحدة الأمريكية ترى بأن هناك استهدافا للشركات الأمريكية التي تعمل في الغاز الطبيعي وخلقي بيئة متوترة للغاية في إقليم كردستان على هذا الأساس فعلا الصراع يستمر على الإقليم الظروف الصعبة تستمر على الإقليم والسؤال الأهم كيف سيرد العراق وهل سيستجيب العراق للطلبات الإيرانية